السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 اهتمامك بالأرض اهتمامك بالمحصول جودة المحصول نسبة الرطوبة حاجات كتير بتأثر في نسبة البروتين فاحنا بنتكلمه زادا فيه انواع كتير من الضراء انواع كتير من الامح انواع كتير من الفول فيه انواع كتير احنا هنستخدمه نسب تقريبية عشان تعرف تحسب نسبة البروتين بتاعك في العلف اللي انت كونته دي نسبة البروتين تقريبية نعاوز نسبة تأكيدية بتعمل العلفة بتاعتك وتاخد منها عينة توديها اقرب ما اعمل ليك وتحسب نسبة البروتين عشان ما نطولش في الفيديو هنبدأ ان شاء الله مع بعض كل مكون طبعا معاك وراء ولم واكتب انا كل حاجة بالصورة ان شاء الله عشان هنبدأ مع بعضنا كل مكون الصورة بتاعته هنعرضها هنقول نسبة البروتين فيها التقريبية طبعا وبرجع وعيد واكد نسبة البروتين تقريبية عاوز تأكيدي اخد عينة وروح اقرب ما اعمل حال اللي هتطلع لك النسبة التأكيدية بالظبط اول حاجة الضراء سواء طبعا اللي هي الضراء الشام سواء الضراء ابيض زي ما انت شايف او الضراء اصفر ان شاء الله نسبة البروتين بتاعتها 9% بنستخدمها 9% الضراء الرفيعة دي عندنا في مصر اسمها الضراء عويجة في بلاد بتسميها السورج السورج طبعا بتختلف يعني مسبة منها بوضح لك الصورة خلاص انتهى كده الكلام دي الضراء الرفيعة او اللي هي الضراء العويجة عندنا في مصر دي 10% ده النبات بتاعة صورة النبات بتاعة دي 10% الشعير برضا حتى هو بنعتبره 10% الامح طبعا الامح هنا ده امح طبعا في امح وفي حاجة اسمها الحنطة هم قالت نين فصيلة واحدة بس الحنطة افضل يعني قد تكون نسبة بروتينها اعلى واحدة او 2% الحنطة ففي نائزه بيستخدموا الحنطة يومش الحنطة هي الأمح لا الحنطة هم الاتنين نفس الفصيلة قريبين من بعض بس الحنطة افضل من الأمح من ناحية نسبة البروتين ولكن فيه طبعا ده الأمح ده نسبة البروتين فيه طبعا فيه نوعين بردك من الأمح فيه الأمح اللين والأمح الصلب ده يعتبر الأمح الليين اللي هو الأمح اللي بيستخرج منه الدقيق اللي هو الأكتر انتشار يعني الأمح الليين اللي هو اللي بيستخرجه منه الدقيق ده يعتبر 12% 12% في الأمح الصلب بيبقى نفس الشكل بتاع ده بس بحبته أصغر شوية بيستخدم أساسي في صناعات المكارونا ده نسبة المروتين بتاعته ممكن تبقى 13 أو 14% طبعا ده كده أمح سليم 100% فيه طبعا ده ممكن تستخدم فرزة أمح زي كده قد نسبة المروتين تقل عنها شوية تقل 1% ولا حاجة بس السعر بيختلف ياما أنا في الفيديو ده برضاك بوجهك أنا خامات اللي هتستخدمها مش نسبة المروتينه بس فأنا ده خامة نظيفة 100% تصلح لإستخدام الأدامي الناس كتيرا بتأكلها للغنم بيكون سعرها غالي لكن حاجة زي كده فرزة بيكون سعرها رخيص دي اسمها فرزة أمح الفرزة طبعا قلنا الحنطة يعني قلنا الأمح أو الأمح سواء أمح لين أو أمح صلب أو حنطة الحاجات السليمة اللي هي الحبة الكاملة النظيفة من 12 إلى 14% من 12 إلى 14% أمح لين اللي هو بيستخرج منه دي أمح صلب اللي هو بتعمل منه المكارونا والسميد الحنطة قلنا دولا كل من 12 إلى 14% دي فرزة أمح ممكن تستخدمها 10% بيكون سعرها رخيص يعني مثلا لو الأمح ده في مصر ب4 جنيه ونص أو ب5 جنيه يعني ب4 ونص ب5 إلى ربع ده ممكن تلاقيه ب3 ب3 ونص وزائد فيه كمان فرزة الأمح كسر الأمح ده كسر دي عبارة عن مخلفات من الأمح كسر آه نعم ممكن لها فيها حبات زلط أو فيها حبات تانية مختلفة ولكن سعرها بكل رخيص ممكن في حدود 3 جنيه ممكن تستخدمها نسبة بروتين تعتبرها حوالي 10% برضك كويس إن شاء الله يعني ده الفيديو ده بوريك الخمات كنسبة بروتين وبوريك بدايل ونسب البروتين التقريبي طبعا ده مش هيكون زي ده طبعا في نسبة البروتين فإحنا بنقوله كنسب تقريبي يعني ممكن ده تعتبره 12 ده 10 بعد كده فيه الرز ده رز طبعا ده رز شعير يعني الرز بالإشرة بتاعته بالغلاف بتاع لاحظ الرز في حبات رز هيت مفصولة عن الإشرة وفي حبات رز بالإشرة بتاعتها ده اسمه رز شعير يعني رز لسه ما تمش طبيضه بالإشرة بتاعته ده فيه برضه ساعات بيكون فيه منه فارزات رفيعة فممكن تستخدمها في العلف بس طبعا نسبة البروتين فيه منخفض الرز يعني بالذات لو بيكون رز شعير كمان ممكن تبقى 5-6% 5 أو 6% رجع لكمية الرز داخل الإشرة ممكن يطلع كلها إشرة فارزة خفيفة الإشرة الرز فيها ضعيف ولكن نتكلمه على الرز الأبيض طبعا نمش تخدم رز أبيض درجة أولى لإستخدام الأدمية تستخدم مخلفات رز كسر الرز المضارب بتاعت الرز بتفرز الرز درجات طبعا فيه رز حبة سليمة أو حبة كبيرة وفيه حبة صغيرة وفيه الحبة المعيوبة لونها متغير شكلها متغير وفيه حب كسر بيبقى اللي هو الحاجات المفتاتة يعني الرز الصغيرة الحبات الصغيرة اللي بيقعامل زي السكر حجمه زي حب حجم حبيبات السكر ده بيكون سعر رخيص يستخدم في الأعلاق نفيش مشكلة نسبة البروتين في الرز الأبيض ده حوالي 7% طبعا زي ما والت تختلف أنواع رز كتير مش رز واحد من تعرفين أنواع رز يامة في العالم بس أرى بنتكلمه كنسبة تقريبية بعيدة وبأكد ده الرز اللي بدي تعتبره 7% لو جبته رز شعير مخلفات رز شعير اللي هو فاضي ممكن تعتبرها 6% أو 7% لأنه ينظم علش ده 7% ده 7 أو 8% الرز الأبيض الثاني لازم هيقل طبعا عن السبعة أو 8% يعني ممكن تلاقيه 6-5% في الحدود دي كده طبعا بعد كده الخبز الخبز الجاف طبعا أو العيش بالمصري طبعا ده تختلف نسبة البروتين فيه طبعا على حسب نوع الخبز أنا بنعتبره على السرل بنعتبره كله جاف خبز جاف نسبة البروتين فيه لا تتجاه يعني في حدود من 7 إلى 9% الخبز الجاف من 7 إلى 9% يختلف طبعا احنا نفطرده كله جاف مش هنكلم عن الرطوبة مثلا فيه دقيق أبيض اللي هو خالي من النخالة وفيه دقيق أصمر فيه نسبة نخالة عالية وفيه مخبوزات حلوانية حلواني بيبقى فيها سكر وعسل يا ما بيتقلوا الوزن على العموم فهي بتختلف فاحنا بناخدوها كمتوسط يعني ممكن تستخدمها 7-8% الخبز الجاف وطبعا على درجة النظافة بتاعته اللي بعد كده الشفان ده نبات الشفان طبعا أنا لسه على فكرة عارف اسم دلوقتي ده أنا كنت جاهب مخلفات كان فيه منها يامة ده في مصر بيتقال عليه سابوس بيطلع في وسط الأبح ده هو نبات الشفان ده البذور بتاعته تشبه طبعا نبات الأمح كلها من الفصيلة واحدة فصيلة النجيليات ده نبات الشفان اوضح تلك هنا الحبوب بتاعته هي وكذلك النبات بتاعه وده حبوب الشفان بدون قشر مقشورة على حبوب الشفان ديت النسبة البروتين فيها بالقشر بتاعها كده حوالي 12% نسبة البروتين في الشفان بقشره حوالي 12% الشفان المقشور متأشر لا ده نسبة البروتين فيه ممكن توصل ل16% طبعا ما حدش يستخدم شفان متأشر بس أنا بكلمك بردك لو حد توفر عنده يعني هو مش بتوفر عندنا في مصر أصلي بس بردك للبلدين اللي بتستخدمه الشفان لو متأشر 16% بقشره 12% بعد كده الطمر طبعا مشهور في بلاد العربية ومشهور عندنا في مصر بردك وفي ليبيا بيستخدم بردك في التكوين العلفة للأغنام ممكن طبعا تطحنه الأفضل طبعا انك تطحنه تطحنه بالنواء زي ما هو كده كامل نسبة البروتين فيه تقريبا بردك في حدود 8% 7% أو 8% مسحوق الطمر بالنواء كله على بعضين بتطحنه عشان لو حطته كده الغنم بتاكلش النوايا ممكن تلم النوايا تاني بعد ما يكلوا بيسيبوا النوايا في المعالف وتلينها تنقعها في الميا لغاية ما تطره النوايا انا ممكن تلاقينا ممكن اسبوع 10 يام ما لحسب درجة حارة الجو والمية بتاعت منقوع النوايا مفيدة شربها للغنم ما ترميهاش وبعد ميلين بتحطوا للغنم تاكلوا ما فيش منه اي مشكلة لكن وهو بصورة جافة كده ما بتاكلوش الغنم الا مطحون اطحنوا وحطوا على العنف نسبة المروتين وانا في الطمر كده بتاع الغنم اللي هي حوالي 7 او 8% بعد كده في النخالة في نوعين من النخالة دي النخالة النعمة ودي النخالة الخشنة ودي الاكتر استخدام للاغنام وها الاكتر شهرة المشهورة النخالة الخشنة نسبة المروتين فيها 15% النخالة النعمة نسبة المروتين فيها 12% تقريبا بعد كده الفول ده الفول البلدي حبوب الفول البلدي نسبة المروتين فيها حوالي 28% لـ 30% طبعا لو تدور في النت هتلاقي اراء وارقام مختلفة ايامة كتير انا حاولت نجيب لك اقرب ما يكون للصح في حبوب الفول من 28% لـ 30% حوالي 28% طبعا ده فول بإشو حبيت فول كاملة اما لو استخدمت في كسر زي كده برضك ده ما يعادل زي ده كده يعتبر بصير لانه عبارة عن فولة مكسورة فقط لغير فولة واضح انها مكسورة زي ما هي مكسورة نصين فقط لغير بالإشر بتاعها اما فول زي كده ده فول مكسورة بدون إشر ده ممكن تستخدمه 30% ده ان شاء الله 30% ده ممكن 28% ده 28% ولكن ده فول ما تشوش بدون إشر ان شاء الله نسبة المروتين فيه حوالي 30% كذلك عينها زي دي برضك حوالي 30% الإشر فهي يعتبر قليل جدا يعتبر مفاش إشر 30% ده ممكن تعتبرها 28% زي الأولانية فيه حاجات تانية دي نعمة ممكن تحسيبها طبعا أنا فيها ممكن فيها نسبة إشر عالية بس مطحونة ممكن تحسيبها 25-24 في الحدود دي كده ده ده حت الفول الناعم حت الفول الناعم بعد كده الفول السوداني الفول السوداني طبعا هل أنت ممكن تستطيع فول السوداني زي كده طبعا في العلف بس انا حاولت بي أحدده lightning في الفول السوداني مش زي كده طبعا ده سعروا غالق جدا مش ينفع تحطهم العلف بس بيستخدموا الفرزة المخلفات الحلوانية الفول السوداني ده النومة زي كده Sag assistants 30% نسبة البروتين فيه بروتين فيه 30% اما لو تحنطه باشر وكده هو بالاشر بتاع الخارجي ده ما اعتقدش انه هيوصل اكتر من 22-23 20 لاني الاشرة دي بتشكل وزن كبير من وزن الحب وتطبر الياف ما فيهاش بروتين فيعني ممكن بـ 22-23 لو تحنطه بالاشر بتاعي بعد كده فول الصوية ده فول الصوية الحب طبعا ما يشبه لحد كبير حبوب اللوبيا يشبه لحد كبير حبوب اللوبيا الناس اللي ما تعرفش فول الصوية الحب ده نسبة البروتين فيه 35% نسبة البروتين في فول الصوية الحب 35% بعد كده فيه الحمص الحمص نوعين ده حمص في مصر اللي بتسمى حمص اللي هو حمص التسالي او حمص السبوع او بتاع الحلويات اللي بيعملوا منه الحمصية في المواسم ده اللي هو يعتبر في مصر انه حمص التسالي وفيه تاني حمص او ده نفسه برضك وده نفسه وفيه بعد كده حمص الطبيخ اللي هو بتقال عليه حمص الشام اللي هو بينطبخ ده اللي اتنين يعتبروا قريبين من بعض اللي اتنين يعتبروا 19% او 20% نسبة البروتين سواء الحمص ده سواء الحمص ده طبعا دي الدرجة النظيفة بتاعتهم فيه مخلفات منهم فيه مخلفات انا بكلمك عن المخلفات اللي هي تتجيبها رخيصة لذا كده مش تتجيب الحاجات دي غالية عشان تدخلها في العرفة لا هي فيه منها مخلفات وده كزالك فيه منه مخلفات ده بقى مفيش منه مخلفات اللي هو حمص الشام فيه منه كسر زي كده حمص الطبيق معروف لازم يكون الحباية سليمة كده زي ما هو كده اما حمص الحلويات او تسالي ببعادي بالشكلة ده بفيش منه مشكلة بس يكون منه فارزات فيه منه مسوس فيه منه مكسر زيادة عن اللزوم ده المفروض والفولة مقسومة نصين الحمص الحباية مقسومة نصين فقط اما فيه منه كسر فيه منه مخلفات بتطلع للغنم ما فيش مشكلة ده إذا تكسرت زي كده تبقى بتروح للمخلفات أو فيه منها بيكون نظيف بيتعامل منه على الطعمية بيتعامل منه الفلافل بيتطحن ويدخل مع الفول ويتعامل منه فلافل في مصر بس فيه منه مخلفات زي كده بتيجي رخيصة ده مخلفات حمص بتيجي رخيصة في حدود 4 جنيه الكيلو 4.5 5 جنيه كي حد أقصى نسبة البروتين فيه قلنا 19 لشيف المية ممتاز بعد كده فيه الترمس وطبعا حط مية خطة تحت الترمس الترمس الحلو ده حبوب في مصر معرف اسمه ترمس معرفش بقى في البلدان التانية اسمه ده حبوب الترمس طبعا بس حطة تحتها منه خط ترمس حلو لان فيه منه زيه بالظبط مش هتعرف تميزه بالشكل اوما اتنين واحد بس واحد حلو واحد مر تاخد منه حباية وتاكلها تمدغها ازا كانت مرة ده ما تستخدمش مع الغنم لان ده فيه نسبة سموم فيه مادة سمه المرة دي مادة سمه لازم يتنقع طبعا لما بنجي ناكله البني ادمين بيتنقع بيتغلي مرة واثنين بيتغلي مرة وبعد كده يتنقع مرة واثنين واثنين وثلاثة ويتغيروا المية لغاية مطعمه يصبح حلو اما فيه ترمس حلو بيتغلي مرة واحدة وبعد كده خلاص بيصبح يعتبر الجاز دي لك او ممكن تنقعه بس بدون غليان يبقى الصراح فانت لو تستخدم ترمس في الغنم في العلفة الاغنم تستخدم ترمس الحلو نسبة البروتين في الترمس ما شاء الله عالية جدا يعني كويسة مش وحشة هو مش متوفرة على طول طبعا بس نسبة البروتين فيه كويسة 30% اسمعني فيه بلدان بدأت تزرعه كعلف حيواني برا بدأت تزرعه كعلف حيواني مش ضروري لاستخدام الأدمي طبعا سعره غالي بس طبعا فيه منه مخلفات او كسر لانه طبعا الترمس ما شغل في الحبة السليمة كده ولكن فيه منه كسر مخلفات او فرزة بتاعته بيطلع على الحيوانات بيطلع على استخدام الحيواني نسبة البروتين فيه حوالي 30% السليم زي كده نسبة البروتين فيه حوالي 30% بعد كده على حسب درجة الاشر اللي انت هتجيبه فيها في المخلفات طيب اه دي فرزة من فرزة الترمس يعني دي يعني اذا كان ده 30% ده ممكن ما يتجاوزش العشرين 25% دي فرزة بس الصورة مش واضحة كويس فرزة من فرزات الترمس مخلفات الترمس دي بعد كده نخش على العتس ده العتس الاخضر نسبة بلاد تقول عليه عتس الاخضر في مصر انه العتس بجبة او العتس بالاشرة بتاعته يعني اللي هو العتس الاحمر بس بالاشرة ده عتس احمر اللي هو عتس بدون اشرة العتس ابو جبة نسبة البروتين فيه حوالي 25% ده نسبة البروتين فيه بالجودة دي حوالي 25% نسبة البروتين في العتس الاحمر حوالي 28% ده هو نفسه ده بس بالاشرة طيب الدرجات اللي المستخدمها فيه درجات تانية فيه ده طبعا تستخدمها 28% دي مخلفة عتس مطحون عتس مطحون ده ممتاز يعني بيستخدمون البهام الغنم يعني ونسبة البروتين بتاعته ما تقلش عن 28% بالجودة دي اللي في الصورة طبعا وان كان يعني عندي معلومة بس مش عارف مصداقيتها انه فيه نسبة نحاس عالية ياريت لو حد يعرف يأكدنا المعلومة ان العتس فيه نسبة نحاس عالية فكتره ممكن يعمل تسمم بالنحاس فانا مش عارف المعلومة دي صح ولا غلط فمش حابب انه غامر واجرب وحط عتس كتير ساعت بتوفر رخيص مش حابب انه اجرب وغامر يحصل تسمم للغنم تبقى مشكلة ولكن انا بقول كاحتياطي الواحد يحط 10-15% كحد اقصى 20% اذا كترت من العتس على العلفة طبعا فيه درجة انا دي فرزة عتس ممكن تستخدمها حوالي 25% برضك فرزة كويسة يعني دي مخلفات دي لاستخدام الحيواني باين من شكلها فيه ده عتس مطحون عتس بقشره مطحون ده ممكن نسبة البروتين بتاعته تستخدمها كحوالي 20% يعني فيه نسبة قشرة عالية بتبقى نسبة القشور فيه واضحة وعالية واضح باين عليها هوات نسبة القشور بتاعته عالية ده ممكن تستخدمه بنسبة 20% يعني كنسبة بروتين فيه حوالي 20% بعد كده فيه البازيلاء او البسيلة بالمصري او الجلبانة في المغرب يروع عليها الجلبانة ده دي بازيلة صفرة ودي بازيلة خضرة دي في صورة الحب كده كاملة نسبة البروتين فيها 25% الى 28% من 25% لـ 28% يعني لو كانت البازيلة باشرها ممكن تبقى 25% بازيلة بدون اشرس بزي ما هي في الصورة كده تبقى 28% زي كده دي ممكن تستخدمها 28% فرزت بازيلة طبعا دي فرزت بازيلة على فول فيها حبات فول زي ما انت شايف اهي دي مش بازيلة لكن هي بازيلة صفرة على فول دي بتيجي في صورة مخلفات بالشكل ده دي بتبقى ممتازة بيكون سعرها رخيصة على فكرة لاحظ فيها سوسة بناخرة فيها اهي سوسة بين اهي يعني اوريك انا السوسة عشان برضا كتب عارف اهي سوسة اهي شايف دي منخورة فيها سوسة واهي دي المساوس ده السوسة دي بتستخدم الحاجات دي الغنم بتبقى ممتازة حبات الصراحة 100% دي داخلة فيها السوسة ديت بتبقى سعرها رخيص وقيمتها الغزاية قاعدة فيها من خلال زي ما هي في الصورة كده مش مساوسة خالص تحول انتهت لا كده دي صورة 100% ممتازة 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 وتستخدم بكميات كبيرة البازيلة على 50% تستخدمها في العلفة مفيش اي مشكلة دي عن تجربة شخصية انا باستخدمها في سنة من السنوات 50% كنت بأكل بازيلة وكانت احلى لحمة ومشاء الله عليها كانت تحول ممتازة والغنم بتحبها ممتازة تكلها بصورة لوحديها كمان 100% كنت بستخدم 50% بازيلة طيب دي كده الدرجة فين درجة تاني دي كده درجة تانية برضك من البازيلة ماتشوشة دي بازيلة برضك صفرة ماتشوشة الناسبة دورتين فيها برضك حوالي 25% بالصورة دي بالصورة النعمة دي ممكن تقل شوية لاني ساعات بيحطوا عليها اشر ياما بيكون عليها اشور ياما المطحون نعم ده بيحصل فيه الغش بس احنا نقوله عشان تبقى يعني حاسب نسبة مضبوطة ممكن تحسبه 23% 22% لما يكون نعم زادة على اللزوم وفيه نسبة اشر عالية بعد البازيلة السمسم طبعا السمسم مش تزدهمه بالصورة السليمة دي اللي هو المية في المية كده يعني بيبقى غالي طبعا سعره بس بيقى في حاجة اسمها فرزة سمسم حاولت ادور على صورة ما لقيتش في حاجة اسمها فرز بتطلع من مخلفات الحلوانية فرز السمسم الحب بالصورة دي نسبة المورتين في حوالي 22% لان فيه نسبة زيوت عالية خالص السمسم السمسم ممكن نسبة زيت فيه توصل 45% فعشانك ان نسبة المورتين في الحب بتبقى منخفضة نسبة المورتين في الحب حوالي 22% الحب بالصورة دي اما انت لو جبت فرزة على حسب زي ما انت شايف الحباء اللي هي الفرزة دي او كلها اشر او خفيفة عبارة عن الياف مفاش قيمة غزائية هنا بيختلف نسبة المورتين اللي ممكن تنزلها 15-16% على حسب درجة الفرزة اللي انت جايبها ده طب بعد السمسم في حاجة اسمها طبعا دي تنتج من مخلفات تنتج من الضرة من صناعات الضرة حاجة اسمها جلوتوفيد وحاجة اسمها جلوتين الضرة وفي حاجة اسمها برضك نخالة الضرة بس الحاجة دي يعني بتتوفر في مصانع اللي بيقلها بيعملوا منها الزيوت زيوت الضرة الجلوتوفيد ده جلوتوفيد 16% حتى بكتب لك عليه اهوة 16% بروتين الجلوتوفيد ده بيانتج من مخلفات صناعة النشا مصانع النشا بيانتج من مخلفات صناعة النشا والنواتج المطبقية بعد استخراج زيت جنين الامح ده الجلوتوفيد نسب البروتين فيه 16% طبعا كل جلوتوفيد بيبقى مكتوب على نسبة البروتين ليه؟ لان مخلفات صناعة الضرة كتير فيه جلوتوفيد 16 فيه جلوتوفيد 20 فيه جلوتوفيد 28 ولكن هو المشهور ال 16 فيه بعد كده ده الجلوتوفيد فيه بعد كده جلوتين الضرة جلوتين الضرة طبعا ده غالي سعره غالي وفي نفس الوقت اعلى نسبة بروتينه عالية جدا بتوصل لستين في المئة وكذلك جلوتين الضرة لازم نذكر لك في نسبة البروتين فيه جلوتين الضرة 30 فيه جلوتين الضرة 35 فيه جلوتين الضرة 28 فانا فيه معاك من 30 تقريبا او من 28 لحد 60 في المئة لكن جلوتين الضرة اللي هو المشهور في صناعة اعلاف الدواجن اللي هو جلوتين الضرة 60 في المئة ده الصورة اللي انت شايفها دي ده جلوتين درها 60 في المئة ده صافي جلوتين درها صافي 60 في المئة اشوف لحظة الفرق بنده وبنده اللون الغامء ازاد ده الجلوتوفيد اللون الوسط ما بين اللي اتنين دول هنا بيبدأ يختلط ده علة ده يخلط جلوتوفيد علا جلوتين ويديك مثلا نسبة مثلا 35 في المئة 40 في المئة خمسين في المية خمسة وثلاثين على حسب نسبة الجلوتوفيد على الجلوتين ده جلوتين دورة صافي ستين في المية اما ده جلوتوفيد ستاشر في المية طيب اللي بعده نبدأه في الأكساب دورة الكسب معاك كسب القطن يتقال عليه مستخلص بزرة القطن مستخلص بزرة القطن ده هي الصورة من جوه ده نسبة البروتين فيه حوالي خمسة وعشرين في المية ده كسب بزرة قطن او مستخلص بزرة القطن بالقشر مع صورة البزرة بالقشر بتاعها ده خمسة وعشرين في المية اما ان وجد كسب بزرة قطن بدون قشر بيبقى متشال منزوع القشر يعني متأشر الاول وعصرين اللب الحبة من جوه ده نسبة البروتين فيه بتوصل الاربين في المية وطبعا قلنا كسب كسب بزرة القطن ما بيستخدمش بنسبة كبيرة في الاغنام كحد اقصى 10% اللي هو بالصورة دي لانه في مادة سابق اما المقشور لو انت لقيت المقشور ممكن تستخدمه بنسبة حتى عشرين في المية خمسة وعشرين في المية مش مشكلة لا في الغيالك عشرين في المية كحد اقصى برضا اللي هو المقشور وان كان فيه برضاك تحفظات عليه حتى وهو مقشور هو كده كده ما شفتوش خالص أنا مقشور ما تواجه اما هو اما اللي بيقابلني كله بالصورة دي اللي هو بالقشر بتاعه اللي هو نسبة بروتين فيه حوالي خمسة وعشرين في المية فأكده في الحالتين ما تزودش عن عشرة في المية في العلفة ده طبعا الأكساب تبقى قريبة من بعضيها كذب القطن وكذب الكتان وكذب السوداني التلاتة بنفس الصورة دي كده اللي هو بالبسق بيطلع من درافيل درافيل بتوعصور بيطلع لك على هيئة قشور زي كده ده واللي دي قرد لنه بيبقى قريبة ده كذب الكتان كذب الكتان غير المقشور ده اهو وطبعا نوريك دي دي بزور الكتان دي بزور الكتان لاحظ يعني الكتان بيبقى لونها اسود مسود شوية وان كانت دي لونها سود شوية بيبقى لونها فاتح شويتين بس الصورة مش واضحة شوية ده بيبقى لونه غامق وده بيبقى لونه فاتح شوية اللي هو كذب الكتان ده كذب كتان غير مقشور نسبة بروتين فيه حوالي 33-34% كسب الكتان غير المقشور 33-34% اما فيه كسب كتان مقشور اللي هو منزوع الاشرة يعني ده بتوصل نسبة البروتين فيه لـ 45% ده كسب السمسم وان كان عمر ما شفته بس ما توقعتش نطلع شكله كده كسب السمسم وناس كاتبة عليه نسبة البروتين 16% انا ما اعتقدش ان طبعا نسبة البروتين في كسب السمسم معروفة ده نسبة البروتين فيه عالية يعني لو نسبة البروتين في الحبة 20% وفيه نسبة زيوت 40% زيوت لما بتستخرج الزيوت المفروض بترتفع نسبة البروتين ياما فواحد ناس كانت بقالة 16 وناس كانت بقالة 18 فانا كده بقولك هتتوه في النت معروف كسب السمسم نسبة البروتين فيه 40% كسب السمسم نسبة البروتين فيه 40% وان كان مش ده شكله ده للأسف الصورة الوحيدة اللي انا لقيتها المفروض صوره لوني يكون فاتح عن كده بس انا مش عارف لونه ليه كده او هو عليه اضافات انا مش عارف ده الصورة الوحيدة اللي لقيتها عن نت بالشكل ده المفروض ان يكون لونه افتح من كده فاتح عن كده ده ممكن تكون كسب السمسم وعليه حاجات تانية مخلفات المهم كسب السمسم 40% كسب الصوية فيه منه 3 انواع طبعا فيه 44% فيه 46% فيه 48% وذكرنا كلمة اكساب عشان الاكساب دي كلها ليه عبارة عن الحب زي ما انت شايف ده كسب اللي اهو ده حب بزور الكتان بيطلع منها زيت الكتان الجنبية ده زيت الكتان فاي حبوب بيتم عصرها ويستخرج منها زيت يعني مثلا اهو كسب القطن بيطلع منه زيت القطن زيت بزرة القطن اللي بيطبق ده كسب ده كسب الكتان بيطلع منه زيت الكتان يتبقى كسب الكتان اللي هو هيل دي الحب ده السمسم كسب السمسم يطلع منه يعصره السمسم يطلع منه زيت السمسم البعض ده كسب السمسم دي فول الصوية كسب فول الصوية يعصره فول الصوية الحب يطلع منه زيت الصوية يتبقى لك ده المتبقي هو كسب الصوية نسبة بروتين فيه فيه 3 انواع فيه 44% فيه 46% فيه 48% راجع لدرجة طريقة الاستخلاص واذا كان فيه اشر او مفوش اشر فتقوله ببقى مكتوب على الشكرة بالنسبة لكسب الصوية بالذات كله بمكتوب على الشكرة فيه 44% بروتين فيه 46% فيه 48% ده كسب الفول السوداني نسبة البروتين فيه بتوصل لـ 45% كسب الفول السوداني بس لو معنى فول السوداني مشكلته يعني بيزنخ بسرعة وفول السوداني الحب نفسه يحتوي على زيوت عالية وزيوت بتاعته سريعة التزنخ يعني سريعة العفن فممكن كذلك لو الكسب فيه نسبة زيوت برضك ممكن بيبقى العلفة بتخرب بسرعة ماينفعش تتخزن لفترة طويلة قلنا كسب الفول السوداني نسبة دورتين فيه بتوصل لـ 45% وده تعتبر اهم الخامات طبعا الاشور اشر الفول البلدي اشر الفول الصوية ده كلها بتتوقف على نسبة الكسر يعني اشر الفول الصوية انا بس اجبتلوش صور للاسب دي كانت اخر صورة اشر فول الصوية ممكن تستخدمه لو لقيت فيه نسبة كسر فول الصوية كويسة ممكن تيوصل لنسبة 10% 11% لو اشر فول الصوية النعم اما اشر فول الصوية الخشن بدون اي كسر ده ما يتجاوزش الـ 5% نسبة ما اللي يتتجاوز الـ 5% هو طبعا مستحيل يكون خالي من الكسر النهائي ولكن ممكن تعتبره الياف ما يتتجاوزش الـ 5% كذلك اشر فول البلا دي اشر فول بلا دي صافي ما تجاوزش الـ 5% بتزيد نسبة مورتين فيه على حسب نسبة الكسر ان شاء الله دي اهم الخامات المتوفرة طبعا فيه الدريس بالمرة الدريس فيه الدريس الحجازي فيه انا ما كنت باخد صورة هنا لأسف بس مش عارف من زي تحطها الدريس اهو طبعا الدريس الحجازي بالصورة دي بالجودة ديت نسبة الرطوبة فيه لا تتجاوز الـ 5% دريس بيكون فيه نسبة الرطوبة بتزيد عن 10% كمان بيتفتح البلت اللي فيها عفن من جوا بتكلم على نسبة دريس حجازي بالجودة دي نسبة الورق فيه ما شاء الله زي ما تشاهدون النقل و لونه اخضر نسبة الرطوبة اللي تتجاوز الـ 5% ده نسبة البروتين فيه بتوصل 15% لـ 17% فيه ناس بتوصل لـ 20% بس انا بناخده الوسط بناخده الوسط يعني ممكن تحسبها 16-17% بروتين دريس بالجودة اللي انت شايفها في الصورة دي طبعا كده ان شاء الله نكون اهم الخامات المتوفرة يعني قدامنا وان شاء الله تكون عن طريقها هتقدر توصل تحسب نسبة البروتين التقريبية بتاعتك في العلف اللي انت هتستخدم وفينا اعتبر ما تنساش لو عجبك الفيديو اشتراك في القناة اللي يصلك كل ما هو جديد ومفيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة